وأنا يعني أضيف فائدة فقط للشيخ رحمه الله تعالى يعني من عجيب أمره رحمه الله تعالى يعني أول شيء في أيام الشتاء كنا نأتي نحن في الدرس ونلبس الملابس الثقيلة والبشت والفروة كذا في الدرس ونرجف الشيخ ما كان يلبس الجورب كان حافي القدمين وكان إذا لبس لبس الداخلية فقط والبشت الخفيف هذا والثوب الأبيض إلا في النادر وما كان الشيخ يعني يعني مرت به فترة كان كثير السعال الكحة كان يكوح كثيرا لكن ما كان يأخذ العلاج وأثناء الدرس وأخبر على الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان يعني يميل إلى هذا القول وهو أن التداوي يعني ليس بواجب وأنه يعني إذا كان إنسان يتحمل هذه الأمراض أو هذا وتزول وهذا يعني قريب من قول الخطابي إلا في أمراض معينة التي قد تؤدي إلى الهلاك فيما لو لم يتعالج كان يوجب هذا وإلا في الأصل كان الشيخ قليل جدا ما يأخذ العلاج رحمه الله تبارك وتعالى وكان يحتمل الكحة والسعال وهذا ولا يهتم رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان أعجوبة في هذا حقيقة يعني رحمه الله تعالى لكن كيف يعني الشيخ رحمة الله عليه يعني مع شدة البرد يعني هنا النقطة شدة البرد ويعني كان يميل فيما يبدو لي والله أعلم إلى الخشونة أكثر منها إلى النعومة يعني على ماذا يدل يعني هذه الصفة التي رأيناها في الشيخ واضحة والله ما أدري لكن حقيقة كنا نتعجب نحن كنا نتعجب من هذا شون نحن نلبس هذا اللباس وننفذ وكذا والشيخ عادي جدا رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان شيء يعني ما أذكر رأيته لبس بشتنق ثقيلا أو فروة أو تلطمة أو كذا ما أذكر هذا أبدا لكن أبدا أو حافي ما أذكر رأيته يلبس جوربا يعني أبدا أمور طبيعية ومرتاح ويذهب ماشيا ويرجع ماشيا إلى البيت رحمه الله تبارك وتعالى وإلى المسجد وكأن الأمور هذه ما كانت تهمه كثيرا رحمه الله وإن كافت تكون أثرت عليه في السعال وهذا من البرد وكذا لكن كان يحتمل رحمه الله تعالى رحمه الله اشتركوا في القناة